عزائي طلاب أهلا بكم ومرحبا حياكم الله وبياكم ومع إكمالنا لحديثنا عن باب العلم بعد أن انتهينا من علم الشخصي وهو محور دراسة العلم في باب النحو في النحو الواحد المستوى الأول نتحدث اليوم عن الشطر الثاني من أقسام العلم وهو العلم الجنسي فكان حديثنا السابق كله منصبا على العلم الشخصي إيه هو العلم الجنسي؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ هو ما لا يخص واحدا بعينه العلم الجنسي؟ العلم الشخص أنك يخص عدم شخص شخص واحد أما العلم الجنسي لا يخص واحدا بعينه بل يخص جنسه كله يصلح لجنسه كله فتقول هذا أسامة للأسد كلمة أسامة أو كلمة أسد صالحة للانطباق وتطلق على كل الأسود الأرض تقول هذه أم عريط للعقرب تنطبق على كل عقارب الأرض أنه أم عريط وعالم الجنسي يشارك العلم الشخصي في الأحكام اللفظية يشتركان العلم الشخصي وعلم الجنسي في أشياء الشيء الأول صحة مجيء الحال منه متأخرا يعني يأتي الحال من العلم الشخصي والعلم الجنسي متأخرا تقول جاء خالد مسرورا هذا الحال متأخرا عن خالد وهو علم شخصي وتقول هذا أسامة علما للأسد مقبلا الحال متأخرا عليه وليس أسامة علما على شخص بل هو علم جنسي على الأسد تأخر الحال في العلم الشخصي والعلم الجنسي كذلك يشتركان في المنع من الصرف كل منهما ممنوع من الصرف إذا وجدت مع العلة سبب آخر غير العالمية الموقع العالمية والتأنيث مثل هذا أسامته والعلمية والعجمة والعجمة أو علم أعجمي مثل جاء يوصف يكون ممنوع من الصرف العلم الشخصي أو الجنسي إذا اجتمعت فيه علتان الشيء الثالث الذي يجمع أو يشتركان فيه الشيء الثالث الذي يشترك فيه العلم الشخصي والعلم الجنسي المنع من دخول الألف واللام لأن كل منهما أعلام لا يصح أن تقول جاء الخالد أو جاء الكذا بأنه علم وقال للتعريف فلا يصح دخول أل التعريفية قد تكون زائدة ولكن ليست التعريفية وجاء الأسامة لا يصح فلا يقال ذا عليك لأنه أصلا علم دالا على مسمى وأما حكمه المعنوي للعلم الجنسي خليك معايا نتحدث الآن عن العلم الجنسي حكمه المعنوي فهو كسم الجنس يعني كسم الجنس أقول لرجل هذا اسم جنس ينطبق على جميع الرجال في الأرض ولا يخصه رجلا بعينه فكذلك لو جئنا بعلم من العلم الجنسي زي ينطبق مثله على كل بني جنسي كما كلمة رجل وهو اسم جنس ينطبق على جنس الرجال فكلمة أسد يصدق عليه أسامة ويصدق عليه كل أسد يصدق عليها أن نقول عليه أسامة وكذلك أم عريض تصدق على كل عقرب وكذلك أم عريض تصدق على كل عقرب فلذلك أسميناها اسم جنسي يعني على جنس العقارب أو على جنس الأسود أو على جنس الثعالب مثل ثعالة تنطبق على جنس الثعالة طيب ما هي الأشياء التي تدخل تحت مسمى علم الجنسي أو العلم الجنسي المسموح عند العرب ثلاثة أنواع تنطبق وتدخل تحت باب العلم الجنسي حيوانات أليفة وحيوانات غير أليفة وأمور معنوية يبقى عندنا مسمى العلم الجنسي أي الأشياء التي تدخل تحت باب العلم الجنسي أو يطلق عليها أن هذه تبع العلم الجنسي ثلاثة أشياء حيوانات أليفة وحيوانات غير أليفة وأشياء أمور معنوية حيوانات أليفة مثل أبو أيوب من أسماء الجمل وأبو صابر من أسماء الحصان وأم عريط من أسماء العقرب هذه كلها تدخل في باب العلم الجنسي سواء كان مصدر بلفظ أب أو لا أبو أيوب ماشي والجمل يصح هذه تدخل في باب أسماء العلم الجنسي هناك حيوانات غير أليفة هناك حيوانات غير أليفة مثل ثعالة للثعلب وأسامة للأسد حيوانات غير أليفة مثل ثعالة ثعلب غير أليف وكذلك أسامة للأسد وهو غير أليف أيضا تدخل تحت باب العلم الجنسي معذرة كنت قد ذكرت أم عريط في الحيوانات الأليفة ولكنها تدخل في باب الحيوانات غير الأليفة كذلك أمور معنوية تدخل في باب العلم الجنسي كذلك أمور معنوية النوع الثالث أو الحالة الثالثة التي تدخل تحت مسمى العلم الجنسي أمور معنوية مثل بره هو علم على كل إنسان بار بمعنى البر وفجار كان يطلقه العرب قديما على كل صحب يفجور وكذلك كيسان يطلقه العلم العرب قديما يطلقه العرب القديما على كل غادر يقول عليه هو إيه؟ هذا كيسان ممكن يطلق على واحد اسمه محمد أو خالد أو علي أيا كان ولكن يطلق عليه كيسان لكل من ينطبق عليه لقب الغدر فهو كيسان ولكل كثير الفجور يقول عليه إيه؟ فجار ولكل كثير البر يقول عليه إيه؟ بره فهذا يدخل في باب العلم الجنسي وهي أشياء معنوية أي أشياء لا تدرك بالحواس ولكنها تدرك بالعقل لذلك نكون انتهينا من أقسام العلم الجنسي وأقسام العلم الشخصي يظل معنى تكملة إن شاء الله في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى